موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ورحبا بكم في قناتكم كريبتو بانتليمان كريبتو بانتليمان هي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظة الـ VIP عن بعد قبل أي حاجة بشكر 11000 مشترك وبإذن الله نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد بإذن الله لو دي أول مرة بتشاهد القناة اعمل سبسكرايب فعل الجرس لنوصل لك كل جديد تقدر تعمل سكان للباركود الموجود على كل الحلقات الخاصة بينا أو تنزل في صندوق الوصف تأخذ رابط قناة التليجرام المهمة اللي بنقدم عليها مداربات مجانية وتأكد أنك على القناة الأصلية الخاصة بالقناة وليست أي قناة تحمل الشعار بتاعنا وتكفون قناة غير أصلية أو مزورة فلذلك اعمل سكان للباركود أو خذ رابط الوصف من سندوق الوصف أما لو محفظتك 8000 USDT أو أكبر من هذا المبلغ عندك نزيف في المحفظة الخاصة بتاعتك مش قادر تعرف تعمل إيه في البير ماركت والخسائر موجودة بشكل كبير جدا بسبب الهبوط العام اللي احنا موجودين فيه فتقدر أنك تنضم لإدارة المحافظة الـ VIP عن بعد من خلال أنك تشترك معنا اشترك سنة ويقمته 3000 USDT يتم دفعها المقدما وتقدر من خلال الـ 5000 USDT المتبقية أنك تكون موجود معنا في اكتتابات هامة جدا بتقدر تحقق فيها من أول 5X لغاية 15X الاكتتابات مهمة جدا في فترة البير ماركت عشان تقدر تحقق أرباح جيدة لو كان هذا العرض بينسبك أتقدر تاخد أيضا من صندوق الوصف رقم الواتس الخاص بينا إحنا لا نتواصل مع أي حد على الخاص تقدر تتواصل معنا فقط على الواتس الخاص بينا ونقدر نشرح كافة التفاصيل الخاصة وأيضا عن أهمية الاجتابات اللي احنا بنقوم بيها وبندرها في الوقت الحالي النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا جدا تعالوا مع بعض نتابعها بعد الفصل انتظرونا ورجعنا لكم من جديد ونشوف أحوال السوق عامل إيه حاليا احنا الماركت بتاعنا فيه 938 مليار 278 مليون 617 ألف دولار أمريكي حجم آخر 24 ساعة من التدولات يعتبر جيد شيئا ما لأن يتفعنا لحوالي 838 مليار 860 مليون 978 ألف دولار أمريكي البيتكوين 40.22 الاسيريام 17.39 حاليا عدد العملات الرقمية 21328 بأكد أن لو محفظتك أكبر من 8000 USDT لو عندك أي مشكلة في المحفظة بتاعتك تقدر تخش في الاجتتاب الخاص اللي موجود معنا اللي ظهر قبل الحلقة البوست الخاص بي وهو متباقي عليه لسه 6 أيام و23 ساعة أو اكتمال 21000 بي إم بي تخيلوا أن فيه اكتتاب فيه ناس غيركم بتكتتب فيه بـ 21000 بي إم بي وخلال يعني يوم تم الاكتتاب بحوالي 2168 بي إم بي فاكتتاب مهم جدا في عملة من أهم عملات الميتافيرس والألعاب واللي هي استخدامات كتيرة في المستقبل القريب هيتم إدرجها يوم 21 القادم بإذن الله لو يهمك الأمر خد رقم الواتس من الدسكريبشن وتواصل معنا وبإذن الله نقدر أن احنا نوصل باكتتاب جيد وبتحقيق أرباح جيدة تعالوا مع بعض نشوف عملتنا المهمة اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهاردة نقدر نوصل إزاي فيها لرقم جيد وإيه هيكون أهم أسباب اختياراتنا لهذه العملة تعالوا مع بعض نشوفها في الكوين ماركت وبعد كده نشوف الشرط بتاعها أنا حاليا هتكلم عن عملة بلوك ودي هتكون أهم ثالث عملة تقدر أنك تاخدها وتخليها في الوقت الحالي في محفظتك حاليا العملة بالزبط 0.003 تمام؟ العملة دي يا جماعة هي مش مجرد أنها عملة فقط لغير ما تبصش للسعود الكبير والهبوط اللي انت شايفه ده فالسوق كله فيه هبوط كبير مش بس عملة بلوك وبلوك دي تمثل كيان كبير خلفه فلذلك انت لازم يكون عندك اهتمام بالمعرفة ايه هي بلوكتوبيا ايه هي عدد المحافظ اللي شايلة العملة دي واللي يعني مسك على العملة بأيديها من دهب ليه عملة بلوكتوبيا خدت أفضل تصنيف في 2021 بارتفاع 558 اكس تمام؟ بلوكتوبيا دي عملت ناس مليونيرات يعني اللي شاريها كان من سنتين بعشر تلاف دولار بالفعل حقق ستة وستة مليون ربعمية وخمسين ألف دولار أمريكي في نوفمبر 2021 لما سعرها ايدي ليوصل ويخترق all time high عند 13 سنت فتعالوا بقى نشوف كده القصة بتاعتنا ونشوف ايه الموضوع بتاع بلوك وليه أنا برشح العملة دي للمحافظ الصغيرة فعملة بلوكتوبيا أو عملة بلوك نفسها هي ترتبها 348 في سوق العملات الرقمية حاليا كان all time high بتاعها عند 17 سنت و77 all time low كان من كم يوم عند 0.0028 العملة دي يا جماعة فيها استثمارات كبيرة جدا يعني مثلا آخر 24 ساعة في التدولات تمام 2 مليون وده رقم مش قليل في ظرف السوق واقع وراح بعيد تمام ولكن أنا بتكلم على عملة العملة دي فيها شغل كبير جدا مع ارتداد السوق المتوقع بإذن الله العملة دي المفروض تاخدك في مكان تاني خالص فأنا بس عايز أقول إنك من قبل ما تختار أي عملة أول حاجة لازم تطلع عليها هي الموقع الإلكتروني والويت بيبر الخاصة بالمشروع فدايما بأكد معاكم إن قبل ما تعمل أي استثمار في أي عملة حتى لو سمعت كل الناس المحترمين اليوتيوبر بيتكلموا عليها ما تعملش استثمار بدون ما تطلع العملة بنفسك وتعرف أهميتها وتقرأ الويت بيبر الخاصة بالعملة لوكتوبيا هي من أهم المشاريع الخاصة في الألعاب في الميتافيرس وحاجات تانية مهمة جدا لازم تكون موجود على الموقع الإلكتروني الأول وتطلع على هذه المشاريع المهمة فأنا يهمني دايما إن يكون عندك خبرة بتختار المعلومات المهمة اللي تقدر تفيدك وأهم شيء وقت الهبوط الكبير اللي إحنا موجودين في ده تقدر إنك تختار عملات تقدر تحقق لك بيها أرباح ومكاسب كبيرة جدا بفضل الله في وقت ارتداد السوق والرجوع فلذلك أتمنى إنك تتطلع على عملة بلوكتوبيا تتطلع على عملة بلوك أتمنى إن كل إخواتي اللي معاهم المحافظ الصغيرة يركزوا على العملة دي العملة دي أنا اتكلمت عليها مرة واثنين وثلاثة وبعيد وبأكد تاني عملة بلوكتوبيا عملة مهمة جدا 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 بسهولة تقدر تحقق فيها مية ومتين وتلتمية ولغاية خمسمية في المية عارف يعني هي عملة بتجيبها بزيرو بوينت زيرو زيرو تلاتة سهل جدا تتلاقيها في الواحد ومص سنت يعني ممكن تحقق فيها لخمسمية في المية ولكن دايما بأكد تاني المحافظة الكبيرة هي لا تحتاج للتخزين فالاهتمام في البير ماركت دايما بالمحافظة الكبيرة أو المحافظة اللي عندها مشاكل هي دايما الاكتتابات اللي بتحقق فيها أرباح خلال فترات بسيطة جدا وتنقل على من الحاجات اللي مش مزبوطة من الحاجات اللي بتضيع فلوسك كلها ولكن دايما لما بنحب نختار مشروع بنقدر نختار مشروع قوي على أساس ناس دا يمين ليه كويسين وعلى أساسه بنقدر نحقق منه أرباح كويسة بفضل الله فلذلك عملة بلوكتوبيا هي عملة مهمة لواحد معاها محافظة صغيرة واحد عنده استعداد يزبر شوية في السوق ويقدر يحقق أرباح لما يلاقي يعني الخمسمية دولار بتاعته تبقى الفين ونص وثلاث تلاف أعتقد دا يكون حاجة كبيرة جدا جدا بالنسبة له عايز أشوف الشرط معاكم بشكل سريع من بعد شرط البلوكتوبيا عندنا هيكون تلات حلقات بعد كده متتابعين في تلات مضاربات مهمين منهم عملة هولو لأنه عليها شغل كبير أيضا عملة هولو من العملات المهمة ولكن مش بنفس قوة بلوكتوبيا لأن هولو مثلا كانت بتوصل أخيرة وصلت للتلاتة واحد سنت عملة بلوكتوبيا نازلة من السبعتاشر سنت فاحنا بنتكلم في أرقام فضيعة عملة بلوكتوبيا بس لو رجعت للسبعة سنت انت بتتكلم في أرقام مختلفة تماما بالذات لو انت عندك كميات وأنا اليوم أول مليون جبته من بلوكتوبيا بتلات تلاف دولار النهاردة كان حوالي ٢٩٩٩ ٩٩٩ فرنجادي أو ٢٩٩٩ وباشتريها دايما من منصة جيد بحيث انها بتقدر تديك كميات كويسة بتاخدها من نهارة عمولة أو انك بتاخدها من على التراست والت او الميتا ماسك تعالوا نشوف معنا الشرط نبص عليه وبعد يكون مستعدين ان هيكون عندنا اهم باذن الله تلات مضاربات لايف تعليمية لاخواتي اللي هم المبتدئين وازاي يقدروا يعملوا مضاربة كويسة في تلات عملات مهمين ويحققوا منها ارباح جيدة باذن الله تعالوا نبص على الشرط مع بعض وقادي الشرط الخاص ببلوك توبيا انا اخده من جده تاي او فبلوك على اليو اس دي تي تي تمام كده عندي حاجة مهمة عايز اقولها ان باختلاف العملات دايما اللي بنشوفها كان هنا فيه تجميع كبيرة ايه تمام كبيرة جدا انا اخد الفريم الديلي ولكن الصعود الكبير لاللي حققها في مية في المية ومية وتلاتين في المية وكنا قايلين عليها وكنا بنزلينها مضاربة الاختيار كان طالع من هنا من التلاتة وصلت لغاية ستة وواحد بعد كده صححت ونزلت تاني كان بسبب هنا ان فيه لستنج عندنا فمعنى كده العملة دي من العملات المهمة اللي منتظر اي ارتدادة قوية مع تجميع كبيرة جدا هي عاملها فلذلك افضل دايما ان المحافظ الصغيرة يكون عندها عملة زي هذه العملة هنشوف من الشكل اللي موجود قدامنا ده ان احنا على تجميع كبيرة جدا زي كافة العملات بالطبع الحالية المحترمة اللي بتجمع ومن خلال التجميع دي احنا منتظرين لأي ارتدادة في السوق ان احنا نطلع تاني ونرجع ونشوف بقى ارقام عند بدايات اللي اتنين سنت عرفنا نجيب اللي اتنين سنت هنطلع ونجيب بقى الارقام اللي احنا نفسينا نشوفها عند التلاتةاشر ونقدر نشوفها عند السبعتاشر فلذلك تكونوا موجودين معانا باذن الله على المضاربة اللايف اللي موجودة النهاردة الجمعة مش عايز طول عليكم واشخوركم جدا لوصولنا ال 11 الف مشترك على القناة تحياتي ليكم كنتم مع قناتكم كريبتو بانتليمان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظة للفي اي بي عن بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة